أرحب بالجميع لكل من ضم إلينا في هذه الحصة الصباحية في كل هذه البرامج الإفتلاضية الخاصة بتطوير استراتيجية الأمن القومي في مركز إفريقيا أود أن أعبر عن تقديري وشكري لكل من انضم إلى الدورة الأولى والدورة الثانية ولكل من انضم معنا إلى هذه الدورة الثالثة رمضان مبارك لكل المشاركين المسلمين المتواجدين معنا أنا اسمي السيد لوكا بيوندي أنا هو قبل أن نبدأ هذه المناقشة مع المحاضرين المتواجدين معنا اليوم أود أن أقول أنه من المهم أن أشارككم الدروس التي استخلصناها في إطار تطوير استراتيجية الأمن القومي هذه الدورة القادة السابقة استخلصناها دروس أولا تطرقنا إلى كل الأسئلة الخاصة بالمتعلقة بتفعيل السياسات وحتى أنه لو كان هناك عوامل التي فسرت بعد أفشل بعض السياسات داخل القارة الإفريقية فتصميم كل هذه السياسات هي مهمة يبقى دائما مسار مهم جدا وفي قطاع الإفريقي وفي كل العمليات الخاصة بالتصميم هي دائما قد تبوء في بعض الأحيان بالفشل وقد تكون استثنائية وقد لا تدمج في بعض الأحيان مشاركة المواطنين التي هي مشاركة مهمة جدا في بعض الأحيان قد تبوء بالفشل بسبب إهمال أراء الشعب والمواطنين في هذا المسار وهذه السياسات في آخر المطال لا تستطيع أن تجيب على الأهداف المتوخرة فبخصوص هذا الفشل المتعلق بالسياسات أود أن أقول كما تفضل بذكر السيد مات أندروس هي دائما متعلقة ببعض النجاعة في إطار السياسات كل هذه المشاكل التي واجهناها في فشل السياسات هي طبعا تتعلق بمستوى الثقة الذي كان منخفض في بعض الإطارات الخاصة الإفريقية والتي طبعا أدت إلى فشل السياسات وتفعيل هذه السياسات هناك أيضا طبعا بعد المساء المتعلقة بفشل السياسات أو فخ الفشل ومن المهم استخلصنا أيضا خلال هذه الجلسات أن بعض السياسات هي مصممة بطريقة متشاركية وأيضا بمشاركة الحكومات وأيضا هذا قدم ووصلنا إلى خلاصة أن كل هذا المسار التشاركي قد يساعد على نجاح السياسات فتطوير استراتيجية الأمن القومي كما ذكرنا في الدورة الثالثة الثانية يجب أن تكون هناك أن يكون فيها مسار تشاركي وأن يكون هنا وأن يكون فيها طبعا تفعيل ناجع وأن يكون فيها توجيه وأن يكون فيها أيضا توجيه وميكانيزمات وآليات ناجعة من أجل أن تنجح الاستراتيجية أيضا ذكرنا أن هناك من الضروري أن تكون هناك آليات التي تمكن من كون استراتيجيات تتلائم وتتأقلم مع الوسط الذي تتواجد فيه وآخر درس استخلصناه في إطار تفعيل استراتيجية الأمن القومي هو أنه في إطار عملية التطوير مسار التفعيل تفعيل استراتيجية يتطلب أيضا طبعا قيادة ليس فقط قيادة ولكن أيضا قدرة على توقع بعض التهديدات المقبلة وأن يكون هناك تفاعل بين كل الفاعلين وأصحاب المصلحة وأن يكون هناك دائما مسار للتعلم مسار لتعلم مستمر أيضا يجب أن تكون هناك إرادة سياسية من أجل بناء عقلية ناجعة من أجل تفعيل استراتيجية الأمن القومي هذه هذه كلها دروس استخلصناها من الحصة السابقة بالنسبة لهذه الحصة من هذه الحصة سوف تتطرق إلى مسألة مهمة التي هي تخصيص الموارد ويجب أن ننظر إلى الأهداف من خلال هذه الحصة سوف نناقش أيضا استراتيجية الأمن القومي وسوف ننظر إلى مسألة الموارد التي في داخل هذه الاستراتيجية وأن ننظر إلى تخصيص الموارد ثانيا سوف ننظر إلى طريقة التي فيها الاستراتيجية الأمن القومي يمكنها أن تحسن مسألة الشفافية وإدارة الموارد وأيضا يجب أن نناقش استراتيجية الأمن القومي وكيف يمكن أن تعطي إطار وتوفر إطار من أجل التأثير على بعض العوامل الأساسية فالآن سوف أقدم المشاركين أنا إنه لمن دواعي سروري أن أقدم معي ثلاث محاضرين الذين لهم تجارب ممارسين محنكين في مجال استراتيجية الأمن القومي سوف يساعدوننا على بدء وإطلاق مناقشة بخصوص تفعيل استراتيجية الأمن القومي لديكم طبعا السير الداتية لهؤلاء المحاضرين ولكن سوف أركز على بعض العناصر الأساسية سوف أبدأ بالدكتورة ويلين جونسون المتواجدة معنا الدكتورة ويلين جونسون هي واحدة من مواردنا الأساسية في مركز إفريقيا لقد ساعدتنا كثيرا في برامجنا خاصة في طبعا إدارة بعض الموارد في إفريقيا الدكتورة ويلين جونسون هي كمستشارة استشارية للمؤسسات والحكومات الوطنية والمنظمات الدولية بشأن قضايا المتعلقة بالتمويل والتنمية هي لقد خدمت في كثير من مهامها الحالية على بناء السلام وتعزيز قدرات في قطاعات الأمن في البلدان الإفريقية ولقد كانت عضوا في لجنة الأمم المتحدة لسياسة التنمية ولقد عملت سنوات عديدة في هذا المجال إنها طبعا عملت في كورنيل في جامعة كورنيل وكولومبيا وفي مؤسسة الولايات المتحدة لسلام عملت الدكتورة كأستاذة مساعدة في معهد الولايات المتحدة لسلام كما قلت وجامعة كولومبيا وكورنيل هي تحصل على درجة الدكتورة في اقتصاديات التنمية ونحن سعداء ومحظوظين لتواجدنا مع الدكتورة ويلين جونسون وللاستفادة من خبراتها شكرا جزيلا لك ومرحبا بك في هذه الحصة الصباحية المحاضر الثاني المتواجد معنا هو طبعا السعادة السفير فيليب كارتر الثالث وهو كان عنصر أساسي في كل مراكزنا وفي كل طبعا برامجنا هو السفير فيليب كارتر هو كما قلت ديبلوماسي أمريكي أول في سلك الدبلوماسي وكان سفير للولايات المتحدة في كثير من البلدان فهو كان قائد الجبكات المدنية العسكرية في القيادة الأمريكية أفريكوم ولقد عامل كسفير في طبعا ساحل العاج وفي كثير من البلدان لقد كان في مستشار أول مكتب إفريقيا وأيضا شغل منصب نائب مساعد وزير الأول لقد كان طبعا في وزارة الخارجية عامل في وزارة الخارجية وخادمة كمدير في وست أفريكا في شؤون وست أفريكا وأيضا في وزارة الخارجية كما قلت هو لقد كان أيضا منصب شغل منصب مدير شؤون غرب إفريقيا ونائب مدير مكتب شؤون شرق إفريقيا في وزارة الخارجية الأمريكية قبل هذه المهمة كان طبعا رئيس البعثة في سفارات الولايات المتحدة في كثير من البلدان شكرا جزيلا ونحن مسعداء لتواجدك معنا ولمشاركة خبرتك الطويلة في هذا المجال طبعا معنا متواجد الدكتور ويلين أو الدكتور طبعا إيميل ويدارغو هو أستاذ مساعد ممارسة في مركز إفريقيا وهو طبعا عمل في مركز إفريقيا في أكثر من 40 نشاط كمتحدث وميسر مؤلف لقد وعمل مع Global Partners في الولايات المتحدة الأمريكية لقد عمل في جمع كثير من الدراسات دراسات الحالة في إفريقيا والتي وفرت كثير من أساس أو أرضية من أجل تطوير استراتيجية الأمن القومي ولقد عمل دور أساسي في تطوير مجموعة الأدوات الدكتور إيميل هو عضو في كثير من البعتات وهو رئيس شعبة المهابرات العسكرية في هيئة الأركان العام للجيش والدكتور لقد كان عضو في جمعية وطنية في بوركي نفسه وبرلمان المجموعة الاقتصادية لقد كان عضو في شؤون السياسية والسلام والدفاع والأمن ولقد طبعاً تقاعد كعقيد في البعتات ولقد عمل فيه كأكثر من 15 دول حصل على هو في كما قلت في كان خدم في برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حيث كان عضو فيه لجان الشؤون السياسية والسلام والدفاع والأمن وأجرى بعثات إعلامية واستقصائية في معظم دول المجموعة الاقتصادية شكراً جزيلاً للدكتور إيميل أود أن أبدأ بنقاشنا بخصوص هذا الموضوع مع الدكتور دكتورة جونسون كما تعرفين أن السيدة الميزانية وتأثير الميزانية هو طبعاً آدات تطبيقية من أجل اختبار استراتيجية الأمن وطبعاً اختبار جدية الحكومة في طبعاً استراتيجية الأمن القومي هل يمكنك مشاركة المشاركين معنا العلاقة بين استراتيجية الأمن القومي وبين طبعاً عمليات الميزانية وكيف يمكننا أن تكون استراتيجية كيف يمكن استراتيجية أمن قومي ناجعة أن توفر أرضية من أجل الانطلاق في هذا المصار شكراً جزيلاً الكلمة لك الدكتورة ويلين جونسون أعطيك سبع دقائق من أجل التعبير أو الإجابة عن هذا السؤال مرحباً بك مرة أخرى شكراً جزيلاً لكم ولكل الحاضرين معنا وشكراً لمركز إفريقيا لهذه الفرصة من أجل الكلام عن هذا الموضوع المهم خاصة في مجال إدارة الموارد والأمن أود أن أتكلم عن تجربتي الخاصة وأيضاً من المهم أيضاً أن أستخلص تجارب مثلاً المشاركين المتواجدين معنا خاصة في إطار الأسبوع الماضي نحن تكلمنا عن مسار تطوير استراتيجية الأمن القومي في الأسبوع الماضي والطريقة التي من خلالها يجب أن يكون هذا المسار شامل ومدمج ولكي تكون نتيجة نجيعة وأيضاً تحدثنا عن تعزيز بناء الثقة داخل الحكومة وداخل الأمم التي هي في إطار تحضير هذه الاستراتيجية الأمن القومي أظن أن أهم رسالة التي يمكن استخلاصها هذا الصباح هو أن مشاركة شاملة وأيضاً هي مسألة مهمة فكل الميزانيات التي كنت شاركت فيها في البنوك وأيضاً في البنك الإفريقي وفي إطار الجامعات التي عملت فيها هو أننا شاركنا بشكل حوكمة تشاركية فكان النهج شامل الذي شارك فيه كل أصحاب المصلحة والفاعلين من أجل تخصيص الموارد وأهم من كل شيء هو أن الميزانية كانت دائماً طبعاً بعلاقة بالتخطيط الاستراتيجي مع كل المعاهد وأدركته من خلال مشاركاتي هو أنه في إطار إدارة الميزانيات كان المسار سهل ولكن كنت دائماً من خلال مشاركاتي أستخلص هذه العلاقة ما بين كل الأطراف بالنسبة للدول استراتيجية الأمن القومي هي استراتيجية تعتمد على خطة طبعاً استراتيجية تعتمد على السلام بناء السلام والأمن استراتيجية الأمن القومي طبعاً توفر كل الأولويات وتوضح خاصة في مسار التطوير في إطار هذا التطوير البلد يجب أن يطور البلد تعريفه الخاص تحديد كل التهديدات المتعلقة بالأمن بعينه وأيضاً تحديد كل القطاعات أو مجموعة من القطاعات التي لديها طبعاً بعض السياسات الناجعة من أجل طبعاً تحقيق وتعزيز الأمن في البلد ومن خلال هذا استخلصنا أن الميزانية هي التي توفر للبلد الموارد التي يحتاج إليها البلد من أجل توفير وتطبيق استراتيجية أمن قومي فنحن غير منشغلين طبعاً بقيمة أو بالميزانية ولكن نحن منشغلين بطريقة طبعاً توزيع وصرف الميزانية فلا يمكننا أن نقول أن إذا كان بلد مثلاً يصرف نصف ميزانيته في الأمن فسوف يكون ناجع في مجال الأمن فهذا غير صحيح فقيمة الميزانية هي متعلقة باحتياجات البلد بعينه وأيضاً الموارد هي طبعاً توزيع الموارد هي هو طبعاً المسار الذي يهمنا في إطار تطوير استراتيجية الأمن القومي توزيع وتخصيص الموارد يجب أن يكون على مستوى القطاعات ويجب أن يهتم بكل طبعاً الأولويات في إطار الأمن شرحتي بشكل جيد الرابط ما بين استراتيجية الوطنية الأمنية وما بين الميزانية الدورية وكيفية تحديد المصاريف ما هي بعض التحديات الرئيسية في تحديد الصرف والإدارة خاصة في القطاع الأمني وكيف يمكن الاستراتيجية الوطنية الأمنية أن تساعد على التغلب على هذه النوع من التحديات هناك تحديات لعملية إجراء وتعين الميزانية والنقطة مهمة يجب تذكره أن استراتيجية الأمنية والميزانية الاستراتيجية الأمنية عبارة عن عناصر جوهرية للحكومة في هذه العملية فكل الإجراءات الحكومية في القطاع الأمني والميزانية الأمنية عليها أن تحترم كل قوانين ما يربطوا بالميزانية المالية وإجراءاتها وهذه العملية أيضاً يجب أن يشرف عليها عن طريق الوسائط والدوائر الحكومية المالية العامة لكن هناك عدة أسس بالذات مهمة عندما تضع ميزانية للقطاع الأمني وأخذ هذه الاعتبارات من مثيقة من المصرف الدولي منذ أكثر من عشرين سنة وإنها أثبتت جدارتها في توجيه وإرشاد الحكومات فالأسس المهمة للقطاع الأمني هي أنه أن تكون غير قابلة للجدل أو أن يكون فيه هناك تنافس تنافس أثناء وضع الميزانية وتكوينها عندما تشخص أحد التهديدات مثلاً قد تواجه أي بلد مثلاً فتأخذ في نظر الاعتبار كل العوامل الموجودة في تركيبة أي حكومة وحتى المجتمع خارج الحكومة التي يمكنها أن تعبأ وأن تحرك لتسد هذه الخطر الموجهة للبلد ثاني مبدأ هي شفافية وبالشفافية نقصد المقررين أصحاب القرار يجب أن يكون أمامهم كافة القرارات قبلها والمعلومات وكل القضايا الموجودة عندما يتخذون القرار وعندما أقول كافة الأمور المعنية فهي تتضمن حتى التسعير مثلاً مع كلفة شيء ما وهل هي مطابقة للقدرات المالية للحكومة في الإنفاق هذه القرارات والأسسها يجب أيضاً أن تكون مؤلنة للشعب وأيضاً أكدنا في الماضي بأن استراتيجية الأمنية الوطنية عبارة عن وثيقة عامة للشعب وكذلك حتى الميزانية التي هي تدعمها وتمولها وأخيراً المحاسبة فأصحاب القرار تحت المسائلة لممارستهم لسلطتهم في هذه القرارات لكن فارق واحد وأقول بصراحة هناك عدة فارق القطاع الأمني تواجه تحديات خاصة من ناحية التنمية وتطبيق برامجها وستراتيجياتها بالرغم من أن استراتيجية الأمنية الوطنية هي وثيقة حكومية مفتوحة للشعب فهناك أجزاء منها يجب أن تظل سرية لهذا الوثيقة مع أنها تكون أحسن من ناحية قوتها عندما يكون فيه شمولية كافة الأطراف والمشاركة الكثير من الناس من جانب آخر خاصة المسؤولين الحكوميين يعني ترعرأوا ونشأوا في عالم وفتحوا عيونهم في عالم حيث الاستراتيجيات الأمنية والميزانية الأمنية عادة مغلفة بغطاء من السرية هذا ما هو الرائد وهذا هي نوع من الثقافة الموروثة في السرية حيث الكثير من الناس ما زالوا يؤمنون بأن أي شيء متعلق بالأمنة يجب أن تكون وتظل سرية طبعا هناك عوامل مربوطة بالأشياء الاستخباراتية والمخابراتية والعمليات التنفيذية أن تظل سرية لكن هذا الموازن ما بين الأمن والشفافية يمكن المحافظة عليها عن طريق إجراءات وممارسات خاصة للسيطرة على تدفق الأشياء بشكل شفاف لكن مع المحافظة على بعض الأشياء السرية طبعا للذين مننا عملوا في الحكومة ونحن على درائبها من تجاربنا إنه من الخارج قد تنظر إلى الحكومة ككيان واحد كشيء واحد لكن للذين مننا عملنا في الحكومة في طول حياتنا على دراية تامة بأننا نعمل في وزارة معينة وكأننا فقط في هذا الوزارة أو الدائرة وكثيرا ما نحاول أن نرفع من مقام وزارتنا بشكل تنافسي فكل وزارة على تنافس ووجودها دائما فيها نؤمن الحدة في الحصول على ميزانية وأموال أكثر مع أنه ربما في جانب ما قد نريد أن نحسن العلاج النفسي الطبي كي نحسن من الوضع الأمني الاجتماعي أو مثلا الشرطة وميزانيتهم لا يحبذوا أن يحول جزء من ميزانيتهم للعام القدم إلا وزارة ثانية أو دائرة ثانية مع أنه المنظومة الاستراتيجية الأمنية يجب أن توفر تحديدات للميزانيت لكن هذا التحدي في السريات تتطلب أن تكون عملية الإجراء المالي أن تكون مزيج من السرية والتنافسية من البزارات فهي تتطلب أن تشرف عليها مفاوضية أو لجنة خاصة قد تكون مكتب الرئيس نفسه أو المدير التنفيذي لمكتب رئيس الوزراء أو قد تكون في البرلمان الهيئة التشريعية لكن يجب أن يؤكد هذا الهيئة أن يكون في حركة سلسة للمعلومات وتدفقها ونشرها لحل خلافات أو تأخيرات قد تحصل في التحديدات المالية إذا رفعنا الشريحة من فضلك بإمكاننا أن نرى كيف هذه الستراتيجيات الأمنية تعالج أو عفواً كيف تقع ضمن الإجراء العام للحكومة السنوية إجراءات السنوية للحكومة عفواً فلو نظرنا إلى إلى الدائرة الخارجية الحلقة الخارجية لهذه الدائرة ترى بأن الأسهم الصفراء أو الذهبية شكراً شكراً نعم واضحة ما منا الآن الحلقة الخارجية الذهبية هي الميزانية العامة فالقطاع الأمني جزء من هذه الحلقة في إطار عملها وموقعها ضمن الميزانية الإجمالية للحكومة فالعملية العامة للميزانية هي التي تحدد حدود مدى النفقات من ناحية المبلغ والكمية ولو تابعت الأرقام من الخارج إلى الداخل من واحد إلى الرقم واحد الداخلي في الزرقة تلاحظ أن القطاع الأمني استراتيجية القطاع الأمني هي التي تحدد الصرفيات ما بين الأجزاء المختلفة الأمنية وعندما تتحرك إلى العنصر الثاني في الحلقة الخارجية في عملية التحضير الأولي للميزانية هي تحدد التحديدات المصدرية المالية للقطاع في هذا المرحلة وفي الدائرة الداخلية الزرقاء في تلك الوقت هي عادة مرحلة تحديد التفاصيل الصغيرة للصرفيات المالية وإيجاد الموارد فحينها هي ما نجد أن تكون المرحلة التي ننظر في كيفية الصرف الفعلي النهائي للأموال وعندما تتحرك إلى المرحلة الثالثة التي هي التحديدات ضمن القطاع الأمني فقط نفسها لديك مثلا أموال تذهب إلى الوزارات المختلفة المتعلقة بالقضايا الأمنية وتنفذ جانب المشتريات من جانب ولكن في كل حالة هذه المشتريات مثلا يجب أن تكون متطابقة في إجرائها مع التعريف الصحيح الدقيق اللفظي والمحدد في الاستراتيجية الأمنية الوطنية في هذا المرحلة يجب أن تكون على دراية بقضايا الإجراءات هل تحدد مهام أشخاص معينين محددين في إطار الاستراتيجية الوطنية وعندما تنظر إلى الأدة بما أنك الآن مثلا تحدد الجانب الأمني فهي تتطلب من الوزارات أن تعمل مع بعضها البعض يجب أن تكون حساسا تجاه القدرات الإجمالية فالإطار العام كل ما تحدث عنها اليوم تذهب من خلال الخط المالي الميزانية إلى آخر مرحلتي هي المشتريات منها مثلا المواصفات المحددة المعنية للشيء المشترى مثلا والصيانة هذه المشتريات على المدى البعيد والمصادر البشرية التي تدرب وفق الاحتياجات على تلك العدة الجديدة مثلا وثم نتحول إلى شيء مهم جدا وهي الرقابة المتابعة والتقييم لهذه المصاريف آخر سؤال أنت شرحتيه وهي موضوع المنافسة ما بين القواطع المختلفة وكيف مثلا الجانب الأمني التي يمكن أن تكون تنافسية أكثر وهي يعني حسب الاستراتيجيات والسياسات المحددة الأولى لأن المرحلة الأولى هي وضع السياسات العامة الثاني التي هي التحديدات للمصادر والموارد فالتنافسية مربوطة بالستراتيجية الأمنية الوطنية إذا كانت مشروحة بشكل واضح لفظيا ومحددة لأهميتها ومقامها في الأمن الوطني فعند إذن عندما يتي مرحلة التنافس فلهم يعني قدرة على أن تنافسوا لكن إذا كان بالإمكان أن نشرح أفضل السبل لتحسين وتقوية التنافسية مع المحافظة على الشفافية إذا كان بإمكانك أن تشرح لنا بعض أفضل الممارسات في موضوع كيفية التنافس بشكل أقوى أعتقد كل الممارسات الأصلح عادة نبدأ من الإدارة البشرية المشرفة عليها وهم الذين هم مسؤولين على التخطيط للميزانية وأيضاً التنفيذ الميزانية أن يكون لديهم التدريب المطلوب يجب أن يكونوا أيضاً أن يكونوا منقاحين من ناحية الكفاءة الشخصية لهذا المقام وأيضاً تحدي أكبر أيضاً هي أنه مثلاً المنظومات السلاحية مثلاً المستعملة في الدفاع والمصاريف الأخرى في القواطع الأخرى المربوطة بالأمن هذه المنظومات يمكنها أن تكون معقدة مرات في تصميمها وجوهرها وأن تحتاج إلى زمن طويل لتطويرها وبسبب هذا فهم كثيراً ما أيضاً تكون مكلفة والقطاع الأمني تعتبر خلال العالم أن تعتبر عادة الأكثر الهيئات القابلة للفساد حيث في جانب المشتريات مثلاً عند شرائها أن تكون مطبقة بطريقة حيث المسؤول الأمني المشرف على اتخاذ القرارات أن يتلقى مثلاً منافع من شركة ما متنافسة تبيع نوع من هذه المنتجات فما رأيناه إنه هناك احتياج بأن يكون لدينا قواعد إرشادية واضحة على أن كيف تحصل عملية الشراء عندما كنت أنا أعملها في الماضي مثلاً لعدة مهمة كان دائماً معي محامي منذ البداية يرافقني كان ينظر إلى أسلوبي في تدقيقي تدقيقي للعدة وأن لا أميل برأيي الشخصي إلى شركة مقابل شركة ثانية وأن أكون منصفة دائماً في رأيي ما رأيناه اليوم إنه دول مثلاً عندما يواجههم مشاكل ابتعدوا عن هذا الأسلوب الصحيح في مرحلة الشراء التي يتطلب أن يكون في تنافس ممتاز ما بين منافسين متعددين وأن يكون فيه هناك الضمانات لجودة النتائج من العقد ما فهمناه إن المشاكل التي متعلقة بقضايا الفساد ليست مشاكل حكومية هي حكومية والشركات أيضاً فكثيراً ما نلاحظ إن بعض المنظمات مثلاً منظمة الشفافية العالمية هم أيضاً يصنفون الشركات حسب أخلاقياتهم ومستوى صمعتهم وعادةً هذه اللجان تتكون من لجان رقابة ومراقب عام مشرف مدير ويعينوها الكونغرس وأن يكون لهم القدرة على أخذ طرف ما إلى المحكمة إذا كان فيه خروقات في إخلاقيات العمل وهذه عبارة عن إجراء يطبق في كل حيث يتبقى مراحل المالية والميزانيات شكراً دكتور جونسون هذا نقطة مهمة وحبيت أن أشاطر المستمعين تلك الوثيقة الإشرادات التي عرضتها لنا وذكرتها والتي تسمى برنامج أو كراس تطوير دور المشتريات وهذا وثيقة مهمة جداً فإننا ننتقل إلى السفير كارتر سيدة السفير بالتأكيد المصادر لأي بلد تتضمن المنظومات المتعلقة ببلدان أخرى أو المساعدات من بلدان أخرى لا يمكن العمل دون الاستعانة بها لكن حسب خبرتك من منظورك أنت كيف كانت المساعدة الخارجية فعالة في تطوير مثلاً أي شيء تطويري حبينا أن نعملها في الدول الإفريقية مثلاً تفضل شكراً دكتور لكا ومرة أخرى لإعطاء الصدى لما قالتها ويلني وشكراً لدعوتي بصراحة أنا المرافقين الذين يشاركون للمسرح اليوم ناس مربوقين وأحسوا بتواضع بيكوني معهم في هذه الجلسة الإلكترونية يجب أن أقول بصراحة عندما تنظر إلى فعالية المنظومات الأمنية المساعدة برامج المساعدة في المنظومات في ناحية محاولة التطوير أعتقد تاريخياً من منظوري كان عبارة عن مزيج من النتائج والأعمال فنظرنا إلى ثلاثين عام مثلاً عندما ننظر إلى الثلاثين سنة الماضية ننظر إلى كل طبعاً الحكمة تطوير الحكم وتعزيز الحكمة في إطار إفريقيا نلاحظنا على أنها لم تكن أكثر نجاعة فمن منظوري الخاص أود أن أقول أن هناك كثير من المساعدات التي كانت ضائعة بالنسبة للتجهيزات بالنسبة للموارد وبالنسبة للتدريبات فهناك كثير من القصص التي يمكن مشاركتها عبر العالم والتي طبعاً هناك كثير من الخسارات في هذه الموارد والتجهيزات ونحن نتكلم عن باخرات عن طائرات عن كثير من المعدات وللأسف الشديد أود أن أقول أنه أنه بالنسبة للجيش الإفريقي وبعد مجموعات الدول الغرب إفريقيا وبعد المجموعات الأخرى يجب أصبحت طبعاً مدمجة في عمليات بناء السلام ومتطلبة لبعض المساعدات وكان هناك تحول تحول في التحول الذي حصل في هذا المساعد فهناك مشاكل متعلقة بالاستدامة وغيرها من العناصر فالتحول ركز على الحوكمة في إطار الأمن الحوكمة الأمنية خاصة في هذه السنوات الأخيرة وكانت هذه خطوة أساسية في إطار تعزيز الأمن وأيضاً الاستدامة فكان هذا المسألة الاستدامة هي كانت عنصر مهم جداً وهذا ما يقودنا إلى الفكرة التي عبرت عن الدكتورة ويلين جونسون وذكرت كيف يمكن تحضير المساعدة لإجابة على هذا السؤال أود أن أقول أنه التخطيط يجب أن يكون هناك تخطيط وهناك أيضاً كثير من طبعاً كثير من الجهود التي في إطار الدول الإفريقية من أجل تطوير تطوير استراتيجية استراتيجية الأمن القومي وأنا طبعاً أرى أن هذا المسار هو أيضاً في إطار تعميم وفي إطار تطوير في القرى الإفريقية وهذا ضمن مشروع مركز إفريقيا هذا مشروع مهم تطوير استراتيجية الأمن القومي فلقد أطلق هذه الفكرة من أفكار من طرف أفكار هؤلاء الأشخاص كانوا في وندن في واشنطن أشخاص أطلقوها فكرة تطوير استراتيجية الأمن القومي وأظن أنه في إطار الحرب البادلة هذه كانت فكرة متورة من طرف بعض المانحين وبعض الأعضاء المهمين فالهدف الأساسي من طرف الهدف الأساسي وراء تطوير استراتيجية الأمن القومي هو التعامل مع المشاكل التي كانت مطروحة في المجال الأمني وفي إطار بعد السياقات التي كانت فيها حروب وغير ذلك فكانت هناك بعض العناصر المهمة التي دفعت إلى تطوير الاستراتيجية كان يجب أن يكون هناك دعم وأن تكون هناك استعمال لهذه الأفكار فمسألة الاستدامة كانت واحدة من العناصر الأساسية التي ذكرت في إطار تطوير الاستراتيجية الأمن القومي كان هناك طبعاً تقليص السوفيات وأيضاً بعض المسارات السياسية التي غيرت فكرة الأمن القومي هذا وأهم شيء خرج من هذا العنصر هو تطوير وبناء السلام وبناء السلام والأمن الذي كان عنصر دراري فلم يكن هناك بعض المناضلات وبعض النضالات في إطار تقليص السوفيات وغير ذلك فأصبحت فكرة الأمن وفكرة تطوير استراتيجية أمن قومي ضرورية جداً أحدثت 11 سبتمبر أيضاً أحدثت بعض التهديدات والتحديات الجديدة وكان هناك تنافس جديد بين الغرب وبين الصين وأيضاً أحدثت تطويرات وتغييرات جديدة في هذا المشهد بالإضافة إلى ذلك أصبح طبعاً أصبحت هذا الاحتياج معزز أكثر احتياج لتطوير طبعاً الأمن وتعزيزه وبناء السلام وأصبحت وتحول هذا طبعاً التنافس بين القوات العدوة نحو قضايا مهمة قضايا الإتجار بالبشر مثلاً الاحتباس الحراري وأصبح طبعاً أصبحت قضايا أخرى أكثر أهمية وأصبح العالم منشغل بقضايا مهمة أصبح كل التغييرات في مجال التكنولوجيا أيضاً أحدثت تغييرات في إطار كل هذه العناصر كل هذه التغييرات خلقت فضاء من أجل إعطاء مساعدات في مجال الأمن والانتباه إلى مجال الأمن فكيف يمكن للمجيش أو الجيش في إفريقيا أن يتنافس مع كل هذه القوة؟ فنحن ننظر إلى كل ما حدث في الماضي وكل ما سوف يحدث في المستقبل وكل هذه التراكبات والتعقيدات في هذا المجال فنحن نرى أن هناك انتباه أكثر إلى مجال الأمن كل موجات الأمنية أصبحت مراكبة أكثر وأيضاً تعريف كل هذه التهديدات أو تعريف كل هذا المشهد وكل هذا المشهد الذي هو في إطار تغيير أصبح مهم بالنسبة لكل الحكومات وأصبح أكثر أهمية عندما ننظر إلى مسألة المساعدات الأمنية هذه لأن هناك تنافس وهذا التنافس بين كل العناصر أصبح مهم جداً وأصبحت قضية أساسية فنحن نرى أن المشهد اليوم أصبح فيه تنافس كثير وهذا التنافس سوف يتطور مع الوقت سوف تصبح الأمور أكثر أكثر صعوبة والمساعدة الأمنية سوف تصبح أيضاً صعبة على الحصول وما رأيته في إطار كل هذه الدول هو أن التخطيط هو أهم شيء ويجب أن تخطط كل هذه المصالح يجب أن تخطط طبعاً كل الأولويات وأن يكون تخطيط ناجع فيجب أن تنافس بين الباوند وبين الدولار وبين العملات أخرى سوف يصبح أكثر وأكثر مع الوقت فنحن نرى فالتخطيط هو أهم شيء فالتخطيط لا يحصل على مستوى المكتب الوزير الرئيس أو على مستوى الوزارات ولكن التخطيط يجب أن يكون تخطيط شامل يجب أن يكون تخطيط لإستراتيجية ويجب أن يكون تخطيط في واضح الذي يمكن أن يعطينا طبعاً مساعد من طرف مانحين من طرف وهذا التخطيط قد يعطينا فرصة من أجل أن نتعامل مع التخييرات وكل التحولات التي تحدث على أرض الواقع وعلى جميع المستويات أهم شيء في كل هذا هو أن كل الحكومات الأمريكية أصبحت طبعاً في إطار تعزيز والتركيز على استراتيجية قومي من أجل الوصول إلى الأهداف المتوخة وأن يكون التوجيه نحو الحصول على مساعدة من طرف المانحين فإذا أردنا مساعدة طبعاً من طرف المانحين يجب أن تكون هناك حوكمة أمنية وإذا أردنا أن تكون هناك حوكمة أمنية ناجعة يجب أن يكون هناك مخطط مخطط موجود من أجل أن نحصل على هذا الدعم ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضاً على المستوى الدولي فلقد رأيت كل هذه الأمور تحصل في إطار تجربتي أود أن أقول بالإضافة إلى ذلك أن هذا التخطيط سوف يساعد الأمم الإفريقية على الحصول على المساعدة لأنه في الماضي كانت هناك كل طبعاً هذه المساعدات كانت محددة من طرف طبعاً بعض المصالح المتعلقة ببعض البلدان أقول هنا أمريكا فرنسا وغير الدول فيجب أن تكون هذه المساعدات أن تكون محددة من طرف الدول الأفريقية يجب أن يكون هناك توازن بين كل العناصر فلا يمكن أن نحصل على هذا بدون مخطط فمخطط الذي سوف يساعد على السير إلى الأمام فهناك تنافس تنافس دولي نحن نعرف ذلك ويجب أن نعمل في إطار هذا التنافس فهذا أساسي بالنسبة لأقول أنه عندما نأخذ ما قالته الدكتورة ويلين جونسون فهي الخبيرة في هذا المجال وهي تعرف أكثر مني وأظن أنها لم تنسى كل هذه المسائل الجوهرية كل المسائل الشفافية المسائلة والمسائل المتعلقة أيضاً بكما قلت المنافسة وغير ذلك فكل المانحين أيضاً يجب أن يأخذون كل هذه العناصر بعين الاعتبار من أجل أن يمنحوا ميزانية فعندما نخصص موارد للمانحين عندما يودون تخصيص موارد لبلد معين فإنهم يأخذون كل هذه العناصر بعين الاعتبار يجب أن يعطوا ميزانية لبلد قادر على وضع استراتيجية أمن قومي ويجب أن يكون هناك تبرير وتفسير لمنح هذه الميزانية وأن يكون هناك وضوح وشفافية في هذا المجال فيجب على المانحين أن يبرروا تحفيز ميزانية معينة سعادة السفير شكراً جزيلاً لهذه المداخلة القيمة أود أن أشكرك مرة أخرى فكل مساعدة وكل المساعدة هي مهمة جداً يجب أن نخذ بعين الاعتبار المصالح لكل هذه البلد فهكذا يمكننا أن نصمم وأن نتأكد من أن المساعدة ممنوحة لبلد معين فيجب أن يكون هناك تصور وأن تكون هناك استراتيجية واضحة في هذا المدار شكراً جزيلاً لهذه المداخلة أود أن أتفضل بالقول لكل المشاركين أنه إذا كان هناك سؤال معين نطلب منكم أن تطرحوا عبر الدردشة عبر وظيفة الدردشة وثاق مركز إفريقي سوف يقوم بكل ما يفعل بوسعي لإجابة على هذه الأسئلة الدكتور إيميل فقط بإجاز وفي عين هذه المداخلات من طرف سعادة السفير والدكتورة ويلين جونسون وحسب تجربتك الخاصة الدكتور إيميل في إطار استراتيجية الأمن القومي وفي إطار تخصيص الموارد وطبعاً تخصيص الآليات هل يمكن أن تعطينا بعض الأمثلة في هذا المجال نحن نقدر مشاركتك في هذا المجال ونقدر مداخلتك نرحب بالدكتور إيميل أهلاً جزيلاً عفواً شكراً ددينا للدكتور لوكا أنا سوف أتفضل بمزيد ببعض الأفكار بالإضافة لما قيل من طرف سعادة السفير والدكتورة ويلين جونسون فطبعاً سوف أعطيكم منظور إفريقي في إطار الذي قيل قبل ذلك بالنسبة لما قالته الدكتورة ويلين لقد أعطيتني أفكار نيرة وبالنسبة لسؤال المطروح بالنسبة لآخر شيء قالته الدكتورة ويلين إنه طبعاً الأمر لا يتعلق بإعطاء ميزانيات ومبالغ طبعاً لقطاع معين ولكن الأمر يتعلق بتخصيص الموارد الملائمة فبنسبة لتخصيص الموارد أود أن أقول أنه في إفريقيا قطاع الدفاع الأمني كما كانت هناك فيه دراسات دراسات في 2017 التي بيّنت أنه قطاع الأمن وقطاع الدفاع يبقى دائماً في إطار ارتفاع منذ الستينات وحتى الآن هذا القطاع ما زال يحظى بنفس الإنشغالات فبالنسبة لدراسة الحالة هذه التي قيدت في 2017 في المناطق الإفريقية كانت هناك بعض الدراسات التي كانت متعلقة بالمبالغ والمساعدات المتوفرة في مجال الأمن والدفاع وخاصة في مجال الإرهاب فبالنسبة لمكافحة الإرهاب الميزانية تبقى دائماً عالية فكنت شاركت في داكار وفي نيجير وفي الدراسة تقول أنه 13% من الميزانية هي مخصصة بالنسبة للأمن والدفاع ووزير الوزارة الخارجية يقول أنه 22% مخصصة من الميزانية مخصصة للأمن والدفاع فطبعاً وفي السنغال فقط نرى أنه بخصوص وحسب الرئيس مكسال نحن نرى أن ميزانية هي مخصصة للتربية والتعليم أهم شيء في كل هذا هو أن البلدان الإفريقية البلدان أصبحت تهتم بالتخطيط التخطيط في إطار الأمن والدفاع فأظن أن هذا الأمر مهم جداً نرى أن هناك إدارة لبعض المناهج ونرى أن هناك تخطيط للموارد خاصة في إطار الدفاع حيث نرى أن هناك كثير من صرف المبالغ المبالغ في ثر الجيش فكل هذه المبادرات هي مبادرات مهمة ولكن يجب أن تكون هذه المبادرات مبادرات مستخلصة من استراتيجية الأمن قومي الشاملة وأن تكون هناك آليات تحترم كل المبادئ والتوجيهات طبعاً التي ذكرتها الدكتورة ويلين نقول الشفافية المسائلة وأيضاً التنافس فإذا لم نحترم هذه العناصر فسوف نقع في خف فخ وصوف طبعاً لن نستفيد من المبالغ في مالي اليوم أود أن أقول أن هناك كثير من الحالات التي يمكن أن نستفيد منها وفي بيرك نفسو مثلاً رأينا أن هناك بعض دراسات الحالة التي يمكن أن نستفيد منها فبخلاصة أود أن أقول أن هناك الكثير يمكن قوله ولكن أود أن أحترم الوقت الذي منحني إياه الدكتور لوكا أود أن أشكر سعادة السفير سيد فليب فسوف أقوم بكل ما في وسعي من أجل أن أشارككم بالتجربة الإفريقية خاصة تجربة مدغشقر أهم شيء كما قال سعادة السفير هو أننا لدينا كثير من المساعدات في إطار الإفريقي هذا لا ينقص ولكن أود أن أركز أنه في إطار التجربة الإفريقية هذه المساعدات هي مهمة فطبعاً الولايات المتحدة الأمريكية وفرت بلاء القدرات ووفرت أيضاً كثير بالنسبة لمكافحة الإرهاب وأيضاً في منع التوترات وبعض التحالفات فإفريقيا هي تستفيد من كثير من المواضيع وأيضاً برامج بناء السلام وأيضاً كثير من برامج المساعدات والتدريبات وخاصة في مجال وفي قطاع الأمن يمكننا أن نرى هذا في كثير من البلدان مثل مثلاً في تركيا في البرازيل في الصين وفي كثير من الولايات المتحدة أعطت مساعدات فكيف يمكننا أن ندير كل هذه المساعدات من طرف الشركاء الدوليين الذين يتدخلون في السياق الإفريقي فهذه تحديات إدارة كل هذه المساعدات يتحدي في عين ذاته سعادة السفير فيليب أنا كنت أناديه باسمه الشخصي فيلي لأنه صديق عزيز علي ولكن لقد ذكر أفكار نيرة وذكر طبعاً هذه الملكية الوطنية التي هي موضوع مهم جداً فالملكية الوطنية هي مسألة جوهرية أو عنصر جوهري في إطار تطوير سياسة أمن قومي أو استراتيجية أمن قومي لقد استمعنا أيضاً إلى الدكتور ماتيو ولقد ركز على طبعاً الملكية الوطنية هذا شيء ينقص الملكية الوطنية هي شيء ينقص في الإطار الإفريقي ويجب في إطار المساعدات التي تمنح أهم شيء الذي يجب الانتباه إليه هو أن هذه المساعدات هي أنها مساعدات غير ملائمة في الإطار التنافسي وليست في إطار تصور واضح وشفاف ولا تهتم بالأهداف الأساسية والجوهرية في هذا المسار فهذا التحدي الثاني بالنسبة لي هو التحدي المتعلق بالمساعدات الخارجية أظن أن في السياق الإفريقي كل البلدان التي تتوصل بالمساعدات مثلاً مالي على سبيل المالي فمالي يتوفر على كثير من المساعدات الدولية ولكن حتى الآن ما زالت تناظل من أجل إدارة كل هذه المساعدات الخارجية وآخر تحدي أود أن أذكره هي الاتقار إلى التنسيق ما بين البلدان أولاً أجد مثلاً تنسيق ما بين بلدان مجاورة والتي تؤدي إلى التكرار والهدف الطاقة والموارد وهذا تكون عادةً هذا سيئة ومؤاكسة لما نرجو إليه في حالة مالي فهي تجسيد ممتاز فهناك 12 شركة موجودين لكن النتائج مع ذلك كانت غير راضية وكانت محمطة بصراحة إلى حد ما فقط بوجود استراتيجية منسقة مع شركاء داخلي وخارجين يمكن أن تكون ناجحة فهذا يأخذني إلى نهاية السؤال التي هي ماذا نفعل؟ استراتيجية الوطنية هذه أمادات عن مثيقة تساعد على المساعدة على الاستعمال الصحيح والأمثل للموارد والإشراف الحكومي وما قاله السفير فيليب ممتازة صح أن الأنماط الجديدة بصراحة وسبلها الحالية الحديثة تساعد على كمفاهيم جديدة على الإشراف الأصح لضمان الامتلاك الوطني الكامل والشامل لهذا النوع من الاستراتيجيات بأحسن طريقة فأنت طلبت مني أن أعملها في عشر دقائق أنا أعملت هذا الشرح السريع في تسع دقائق شكرا جزيلا أستاذ دكتور أميل وأنهيت الكلمة بشكل ممتاز وأرى يعني بصراحة التنوع الثريما بينكم كمتحدثين الدكتور جونسون ركزت على دولة استراتيجية في موضوع عملية الموازنة والسفير كارتر قال بصراحة كيف يمكن التنافس بأحسن طريقة وأمثل طريقة بوضوح المخطط على مستوى وطني داخلي وخارجي وأنت أيضا دكتور أميل أنت أعطيت مثال على الفحول والصوت الأفريقي لأهمية العناصر هذا وأيضا أحبيت الطريقة التي أنهيت بها موضوع التنسيق الكثير من الذين أعملنا في الحكومة نعلم أهمية التنسيق التنسيق ليس فقط ضمن الحكومة نفسها وإنما ما بين الحكومة وعناصر خارجية أيضا وما بين أنفسهم فهذا مهم وهي أحد الأشياء التي المساعدة لا تتبطأ وإنما يتردد الحكومة عندما يكون في فوق الفتنسيق فالتنسيق مهم جدا أحب بصراحة أن أشكركم جميعا على هذه الكلمات الثمينة كمتحدثية اليوم وأبدأتم أعتقد نقاش جيد وهذه طريقة عملية صحيحة أعتقد للتطبيق الجيد للستراتيجية الوطنية المصادر والشراكات والتنسيق شكرا دكتور جونسون والسفير كارتر والدكتور أمير عملتم بعمل ممتاز ونحن مشكورين لكم لهذه الهبث الثمينة والآن أكيد هناك أسئلة كثيرة من المشاركين شكرا